بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم بعنوان إدارة الدوافع والتحكم بها إذن درسنا هو إدارة الدوافع والتحكم بها في جزئه الأول أبناء وبناء الطلاب أنا وأنتم نسترجع ونستذكر ما أخذناه في الدرس السابق حيث كان درسنا السابق أبناء وبناء الطلاب بعنوان ما هي الدوافع وكان مجزء ومقسم إلى قسمين في القسم الثاني وهو كان على الدرس السابق تعرفت أنا وأنتم ما أهمية الدوافع وتعرفنا على أهمية الدوافع ما أهمية الدوافع أبنائي وبناتي الطلاب أين تكمن أهمية الدوافع أو لماذا الدوافع تعد مهمة نريد أن الجميع يشارك أبناء وبناء الطلاب ما أهمية الدوافع نريد أن الجميع يشارك أحسنتم الدوافع كما ذكرنا في الدرس السابق أنها ذات أهمية كبيرة وهي على النحو التالي ممتازين أولا هي تساعد على المحافظة على الكائن الحي إذن تأتي أهميتها لأنها تحافظ على الكائن الحي من بعض الدوافع الفطرية التي تساعد على المحافظة على الكائن الحي كالجوع أو تساعده على سد رغبته من الجوع والعطش وغيرها المحافظة على النوع أحسنتم أبناء وبناء الطلاب من خلال ماذا؟ أحسنتم سد رغبته وأشباع رغبته من الأمومة ممتازين أحسنتم إذن المحافظة على الكائن الحي المحافظة على النوع ممتازين أيضا ممتازين أحسنتم تساعد على زيادة معرفته بنفسه وعلى معرفته بغير هذه أيضا من الدوافع التي تساعد الإنسان على أن يتعرف ويكتشف ما لدى نفسه من قدرات وما لدى نفسه أيضا أبناء وبناء الطلاب من قوة تستطيع أن يصل إلى أهداف أيضا يكتسب ما لدى أو يعرف ما لدى غيره من سلوك وأيضا من قدرات وتدفعه إلى التصرف بما يقتضيه الظروف وتقتضيه المواقف المختلفة تجعل الفرد يفسر أو يستطيع أن يفسر سلوك الآخرين أحسنتم أبناء وبناء الطلاب أيضا للدوافع أبناء وبناء الطلاب وظائف محددة ومعينة ما هي وظائف الدوافع نريد أن نتعرف أنا وأنتم على وظائف الدوافع ما هي الوظيفة الأولى للممتازين إصدار السلوك أحسنتم أنه دافع يساعدنا على إصدار سلوك معين لكي نشبع هذه الرغبة على سبيل المثال كما ذكرنا أن هناك شخص يشعر بالجوع فيتوجه إلى أين أحسنتم يتوجه إلى المكان أو إلى المطعم أو المكان الذي يوجد فيه الطعام فيشبع رغبته إذن توجه وذهب إلى المكان الذي أحسنتم توجيه السلوك أبناء وبناء الطلاب ممتازين من خلال ما يقوم به أبناء وبناء الطلاب هذا مثال ذكرناه وتعرفنا عليه في الدرس السابق حينما أراد محمدا أو محمد أن يتقرب إلى الله ذهب إلى المسجد وحرص تمام الحرص على أداء صلاة الجماعة وعلى أيضا قراءة القرآن وعلى أداء النوافل فهذا أو بهذا العمل ممتازين يشبع ما لديه من دافع ومن رغبة في إرضاء الله سبحانه وتعالى ممتازين إذن حينما كان السلوك سلوكا إيجابيا وجهه إلى عمل ممتازين من خلال الذهاب إلى المسجد من خلال قراءة القرآن من خلال أداء النوافل من خلال التصدق من خلال مساعدة الآخرين فدافعه أبناء وبناء الطلاب ما هو؟ ما هو دافع محمد؟ هو ماذا؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى والسلوك ممتازين السلوك هو الذهاب إلى المسجد وعمل الأعمال الخيرة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ثالثا أحسنتم تساعد الفرد على اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف كما ذكرنا أن الأطفال أبناء وبناء الطلاب لقللة خبرتهم فإنهم لا يستطيعون أو لا يعرفون الوسيلة المناسبة لكي يحققوا ما لديهم من رغبة مندافع فعندما يكبر يستطيع أن يحدد أين الصواب وأين الخطأ يستطيع أن يحدد أين الحلالة وأين الحرام فالخبرات المتراكمة لدى الفرد أبناء وبناء الطلاب تساعده أيضا على الاختيار الوسيلة المناسبة الصحيحة التي من خلالها يستطيع أن يحقق هدفه وماذا بعد أبنائي من الوظائف ممتازين يعمل الدافع على تحديد شدة حاجته بمعنى أبناء وبناء الطلاب لدينا محمد يشعر بالجوع ولكن يشعر بالعطش أكثر ما هو الدافع الذي يدفعه أكثر ممتازين دافع إرواء نفسه أو شرب الماء لحينما يشرب الماء فإنه لبى حاجته أو دافعه من العطش لأن العطش ماذا أحسنتم العطش أشد فبعد ذلك يرى ما لديه من حاجة أخرى فيلبيها فكانت حاجته إلى الماء أكثر من حاجته إلى الطعام فقام بتلبية حاجته وتحقيق دافعه من شرب الماء فبعد ذلك حقق دافعه من الجوع فبدأ بالطعام وذكرنا على ذلك مثال عندما كان عادل شديد العطش باط الصيام لم يشرب الماء بكمية كافية قبل موعد الانساك جعله برغبة شديدة فعندما سمع الأذان أحسنتم ممتازين تناول كمية كبيرة من الماء وترك الأكل والطعام بعد أن لبى رغبته ودافعه في شرب الماء المحافظة على استمرارة السلوك فالدافع أحيانا أبناء وبناء الطلاب كدافع حب العلم يجعل الإنسان دائما يبحث عن ما لديه أو ما لدى الآخرين أو ما لدى الكتب أو ما لدى العلماء من علوم يستزيد بها لكي يصل إلى مبتغاه لكي يصل إلى هدفه أبناء وبناتي الطلاب إذن درسنا أبناء لهذا اليوم هو أدارة الدوافع والتحكم بها بجزئه الأول هو الموضوع الثاني من الوحدة الثالثة أبناء من خلال هذا الدرس بإذن الله أنا وأنتم سوف نحقق ونصل إلى أن نحدد شروط إدارة الدوافع نتعرف على الشروط التي من خلالها نستطيع أن ندير دوافعنا أيضا اكتساب مهارات كيف نسيطر على الدوافع ونتحكم بها نستطيع من خلال بإذن الله من خلال ما سوف نتعرف عليه في هذا الدرس أن نتحكم ونسيطر بدوافعنا الموجودة لدينا أبناء وبناتي الطلاب هذا النشاط استهلالي نتأمل هذه الآية الكريمة والحديث الشريف ونعبر عما فهمناه منهما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا أيضا الحديث النبوي عن المقداد المعدي أيضا قال سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمين وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة أو لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أبناء وبناتي الطلاب ماذا فهمناه من هذه الأحسنتم هي إدارة وسيطرة عما أو بما لدينا من دوافع من خلال دافع الأكل والشرب أيضا الحديث النبوي هو واضح هو حديث يبين لنا أيضا مسألة طبية مهمة هي أحسنتم أن لا نصل إلى حد الإشباء فهذا له آثاره السلبية على الإنسان إذن هنا أو في هذا الحديث هو سيطرة على الدوافع منها دافع أبناء وبناتي الطلاب الأكل والشرب فإذن كلوا واشربوا ولا تشرفوا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أو في نهايته فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه إذن ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا التقسيم النبوي هذا التقسيم الفريد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أساس نبوي وأساس طبي فمنه ننطلق أو منه نفهم أن نستطيع أو بإمكان الإنسان أن يسيطر عما لديه من دوافع إدارة الدوافع أولا إدارة الدوافع تعتبر الدوافع في بداياتها عملية أو عملية معقدة تخضع إلى جانب الفطري أو للجانب الفطري إذن تخضع إلى الجانب الفطري النفسي بصورة مباشرة ومع التطور ومع التقدم في العمر يبدأ في تكوين مفاهيم الحلال والحرام والصحيح والخاطئ بمعنى أبناء وبنات الطلاب عندما يولد الإنسان فإن في بدايته في طرته هي من توجهه في الجوع بتلبية حاجته من الجوع فنجد الطفل يبكي أبناء وبنات الطلاب من الجوع فلما تلبى أو تحقق أو تشبع هذه الرغبة فإنه يسكت عندما يكبر فيستطيع أن يميز بين الصح أو الصحيح والخاطئ بين الحلال والحرام فهي كما ذكرنا هي عملية معقدة في بدايتها جانب فطري نفسي وبعد ذلك جانب مكتسب من خلال وفق ما يكتسب الإنسان من خبرات ومعارف إذن الذي يحدث عملية تحقيق الدافع أو يعمل على ضبط عملية وإدارة عملية الدافع هي النظام الديني والخلقي وأيضا الفطري مثال إن الدافع إلى التملك يجعل الطفل أحمد يرغب أن يتملك اللعبة التي هي أصلا ملك أو لصديقه في المدرس ولكن بعد أن كبر أحمد عرف أن دافعه لامتلاك اللعبة لا بد وأن يكون وفق الصواب والخط بمعنى عندما يرغب اللعبة بلعبة صديقه لا بد ماذا أن يستأذن حينما كان صغيرا كان دافع تملك هذه اللعبة يسيطر على دافع معرفته بالصحي أو بالصحيح والخاطئ على دافع معرفته أن هذا خطأ أو هذا صحيح لما كبر عرف أو تعلم أحمد أن لا بد أحسنتم أنه من الخطأ أن يمتلك أو يأخذوا اللعبة إلا بعد أن يستأذن من صديقه ومن زميله شروط إدارة الدوافع للدوافع شروط لا بد أن نطبقها أولا الاعتراف بالدوافع أو كأنها أو كونها من مكونات الإنسان ومكونات شخصيته أحسنتم أنها موجودة في الإنسان كما ذكرنا في الدرس أو في أحد الدرس السابقة أن الدوافع هي على قسمين دافع ممتازين فطري ومكتسب فأنها أو هذه الدوافع فموجودة منذ ولادة الإنسان سواء كانت فطرية أو من خلال ما اكتسبه من مجتمعه ومن محيطه فهي دوافع مكتسبة فلا بد أن نعترف بأن هذه الدوافع هي من مكونات شخصية الإنسان مثال أن شعور صالح بوجود الدافع الجنسي الملح ولكن دون أي توجيه تربو يمباشر للدافع قد يؤثر سلبا ويجعله يحقق دافعه بصورة خاطئة وصورة توقعه في المحظور وهذا قد يؤثر على نفسيته أبناء وأبناء الطلاب وحالته النفسية مستقبلا إشباع الدوافع باعتدال واتزان بعيدا عن الإسراف والتقطير مثال من الممكن أن تسمح الأم بتملك طفلها لألعابه كسجابة لدافع التملق ولكن أن لا يتحول ذلك إلى تفرده وعدم مشاركة إخوته كما يحدث أبناء وأبناء الطلاب وكما تشاهدون بعض الظواهر السلبية من تعلق بعض الأطفال بالأجهزة الإلكترونية فهذا دافع أدى إلى أحسنتم إلى أمر سلبي وابتعد عما هو صحيح أيضا حسين متفوق بدراسته بعدما التحق بالتخصص الذي يرغبه ويستذكر دروسه بانتظام وما يملكه من صروف يشتري به مستلزماته من كتب وفي ذات الوقت حسين أو حسين متعاون مع أسرته هذا هو المقصود بالاتزان المطلوب لبى رغبته وحاجته وأشبع رغبته في حبه للعلم أيضا استطاع أن يوازن بين دراسته وبين متطلبات أسرته إن الدوافع أبناء وأبناء الطلاب قد تندرجوا أو تتدرجوا في درجاتها فأحيانا تكون هادئة وأحيانا تكون لا قد تكون أبناء وأبناء الطلاب ثائرة فلا ينبغي اتباع المحرم من أجل إشباعها مهما كانت الدوافع فأبناء وأبناء الطلاب الدين الإسلامي الحنيف وضع لنا القواعد وضع لنا الشروط في إدارة هذه الدوافع مثال ذلك أن الفقر الذي يعانيه سالم والذي لا يجد أحيانا ما يصرفه لا يجب أن يعالجه بالسرقة لأن سالم لديه القناعة التامة بأن السرقة ممتازية ومحرمة وأن الله هو الرازق وأنه يعمل على تلبية حاجاته من خلال البحث عن عمل من خلال ما هو موجود من أمور قد شرع الله سبحانه وتعالى إذن أبناء وأبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم تعرفت أنا وأنتم على إدارة الدوافع أيضا تعرفت أنا وأنتم على شروط إدارة الدوافع كالاعتراف بالدوافع وإشباع الدوافع باعتدال واتزان أيضا أن الدوافع تدرج من قوية أو شديدة وهادئة وبذلك أبناء وأبناء وأبناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح